الحمد لله على ساعات توجه إلى الله واتصال بالله واتباع لمصطفى محمد بن عبد الله واكتداب لئمة الهدى عليهم رضوان ربنا تعالى في علاه وتوديعا من الأعوام ثلة من أعمارنا تطوى علينا جعل الله تبارك وتعالى ما فيها من خير مقبولا لديه مضاعفا لنا مثبوتا لنا عنده مذخورا لديه حتى ينفعنا به في الدنيا والآخرة وما كان من تقسير وما كان من غفلة وما كان من إساءة وما كان من ذنب نسأل أن يغفر كل ذلك وأن يتجاوز عن كل ذلك تاتي هذه الذكرى في توديع هذا العام الذي تذكرنا هذه الأعوام بهجرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وتذكرون بانتهاء موسم الحج الذي هو ركم من أركان الإسلام واجتماع عظيم من أعظم الاجتماعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري وقفنا بها والحمد لله والثنى وشكرا له إن المزيد لشاكري أشية وافى الوفد من كل وجهة وفج وهم بين داع وذاكري وراج وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطري ولم تزلت لكم العيون الباكية من أثر القلوب العارفة الخائفة محصن في هذه الأمة ولو أن باكم بكا في أمة لم يعذبهم الله تعالى فعل بلاء عنهم العذاب ببكية الباكي فيهم ولم يزال في هذه الأمة وكما سمعتم في كلام الحبيب مشهور إن عز هذا على الكثير كان محمد الهدار يذكر الوافدين للحج من البلاد العربية ويقول تركتم البكاء لربكم عند بيته للباكستان والهنود والأعجام من يوم من هنا ومن هناك يبكون من نص ساعة وساعة وساعتين عند القعبة وانتم تروحون العزومات عند الناس من هنا ومن هنا حتى ما يصلي الجمعة في مكة إلا نادره وقوده جاء فترة وجيزة للحج ويروح عند عزومه هنا واختركت البكاء للأعجام حظهم من ربهم وما لكم نصيب من ربكم جل جلاله فتذلل بين يديه وقد جاء عليه الصلاة والسلام وقاف الملتزم بعد أن طاف وألصق صدره الشريف بالكعبة ورفع يديه وأخذ ينهج عليه الصلاة والسلام بالبكاء ثم التفت وإذا سيدنا عمر بجانبه قال يا عمر يا عمر ها هنا تسكب العبرات ها هنا تسكب العبرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فكأن القدوة في مثل هؤلاء القوم الذين سمعتم عنهم كان من من يكثر البكاء في خلواته شيخ الطريقة في هذا الوادي الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي علي رحمة الله تعالى وبرث جده زين العابدين يصلي ألف ركعة كما ذكر الإمام أحمد بن حسن العطاس وغيره يصلي ألف ركعة في كل ليلة كما كان علي زين العابدين وعلي بن الحسين كل ليلة ألف ركعة مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة وعلى هذا المثال كان زين العابدين قالوا بل كان في خديه خطان أسودان من كثرة مجرى الدموع من خشية الله كانت في خدي علي بن الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى وكان سيدنا الفقيه المقدم محيي هذه السيرة عليه رضوان الله بعد ذاك التسلسل الذي سمعتم الحديث عنه من آثار محمد عليه الصلاة والسلام بل من آثار الحق في محمد المصطفى الذي خص بخير الأمم وجرى فيها الخير الكثير الوفير ووصل الصحابة إلى هذه المناطق ومنهم من وفد عليه من هذه المناطق ومنهم من جاء من الذين ما لهم غرض بهذه المناطق ولا لهم سبب يصلون به لهذه المناطق إلا تبليغ دعوة النبي محمد وإلا نصرة الحق ورسوله من أهل المدينة المنورة من دينشأوا هناك من الأوس ومن الخزرج وغيرهم من الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام ووفدوا في عهد سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وجماعة منهم قبروا في زنبل في هذا المكان قريب من وسط أرض بشار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وخلفهم التابعون وتابع التابعين وتابع تابع التابعين حتى جاء الإمام المهاجر في القرن الرابع الهجري أوله عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهواصل السير والمسيرة واتصل بأرباب البصيرة من أهل الوادي المبارك وقاموا فرحا بظهور شمس السنة شمس الهداية شمس الاقتداء والاهتداء بالسند الصحيح المتوارث الموصول إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يزل من آثار ذلك ظهور الخيرات في الوادي المبارك واليمن الميمون وفي مختلف قبائله ومن حل فيهم من نور العلم محل أو من نور المجاهدات وصاروا بعد ذلك كثرة كاثرة حتى كان يقول لبعض العارفين السابقين أرى قلة التاليف في أولياء اليمن قالوا لكثرتهم كثرة يألف في من بيألف بيقول البن في كل بلدة من بلاد اليمن عدد كبير من الأولياء في كل قرن مضوا عليهم رضوان الله تعالى وخص الله قريتكم المباركة مدينة الصديق تسمى مدينة الصديق في التاريخ الأول إشارة إلى دعوة سيدنا أبي بكر الصديق لها أن يبارك الله في مائها ويبقيها معمورة إلى آخر الزمان وأن يكثر بها العلماء والأولياء حتى ينبتون بها كما ينبت الزرع بالماء واستجاب الله الدعوات وتحقق ذلك وكثوا وقالوا تريم بها منهم ألوف عديدة بساحة بشار شموس الهدى وصار قائلهم كالإمام عبدالله بن حسين بالفقي يقول وفاتني من خيار الناس كم رجلين ما فارق الذكر طول العمر والكتب بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعباء له اشتغال بحفظ السر عن دخل ليس النزال إذا ما عارك الرقبة كانت كل تلكم أخبار عن حقائق الإسلام وعن حقائق جود رب الأنام في هذا العالم وفي هذا الوجود والحوادث تحدث والأطوار تتطور والنوائب تنوب والنوازل تنزل من وقت لوقت لأنها دار الدنيا دار الكدر دار البلاء دار الاختبار دار الامتحان ولكن الفائزون في فوزهم السابقون في سبقهم الصادقون بصدقهم منشورة أعلامهم في السماوات حيث لا يقدر أحد على طمسها ولا يقدر أحد على إنزالها فمضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسأل وتتبعي قوم إذا أرخى الظلام سدوا له لم ترفهم رهن الوطاء والمضجعي بل تلقهم عمد المحارب قوة من لله أكرم باستجود الركعي يترون آيات القرآن تدبران فيه ولا كالغاف للمتوزعي وكان في عهد التابعين وتابع التابعين بعضهم نالوا بعض مرض في عينه فقال له الطبيب وهو يعالجه أضمن لي خصلة واحدة أضمن لك الشفاء قال ماذا؟ قال لا تبكي قال لا خير في دين لا بكى فيه ولا بورك في عين ما تبكي قال من خشية الله ومن محبة الله تأتي البكى من الخشية يأتي البكى من المعرفة يأتي البكى من الشوق والذوق والمحبة وهؤلاء كانوا يبكون لله تعالى خشية يبكون معرفة ترى عينهم تفيض من الدمع مما؟ عرفوا من الحق بكى من المعرفة مما عرفوا من حقائق عظمة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه وبكى شوق وهيام وغرام ومحبة حتى يذكر جماعات من أهل العلم في الشريعة أن أعظم الشهداء منزل عند الله شهداء المحبة من شهداء المحبة تتبالغ بهم محبة الله في قلوبهم حتى تقطع نياط قلوبهم فيموتون شوقا إلى الله يوتون محبا في الله تعالى قال هؤلاء أعلى الشهداء عند الله يوم القيامة عليهم رضوان الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمة أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته قال أكثر شهداء الأمة اللي يموتون على فروشهم ولكنهم عند الله تبارك وتعالى شهداء وهكذا وفيهم من فيهم فهذه الأنواع من البلاء كيف تزعزع الواحد منكم إذا قرأتم أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وإذا ذكرتم في مثل هذا الشهر المقبل علينا التي في ذكر عاشورة وفيها نجات سيدنا موسى عليه السلام وغرق فرعون وقومه بعد أذية كبيرة نالها قوم سيدنا موسى قالوا عنها أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جيتنا قال سيدنا موسى هذه السنن من سنن الله في الوجود ما تتغير اصبروا واصدقوا الفوز هنا والنجاح والنجاح هنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ما يستخلفكم تجون تمدون أيديكم وترفعون عناقكم قمنا وانتصرنا قالوا يختبركم ماذا تعملون وماذا تصنعون كما يختبركم الآن في البلاء يختبركم وقت النصرة ماذا تعملون وماذا تقومون ماذا تتحرقون به ماذا تطمعون كيف تقواكم للرب جل جلاله فينظر كيف تعملون والقوم أرسل الله عليهم الآيات آية بعد آية وكلما اشتدت عليهم شدة رجعوا إلى موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم الرجزة إلى أجلا إذا هم بالغوه إذا هم ينكثون قال الله تبارك وتعالى وهكذا ثم قال سبحانه وتعالى بعد النتيجة وهذه القصة التي كثرت تكريرها في القرآن مظهر من مظاهر شؤون الحياة من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة ما حج يخلق في الدنيا ما لم يخلقه الله فيها ما خلق الله في الدنيا الراحة المطلقة إلا لأرباب القلوب بينهم وبينه يرتاحوا ما غيرهم ما عنده راحة بشؤون هذه الحياة طلبوا الراحة في الدنيا محال وأرى الأنس بها عين النكال راحة الدنيا مع أهل الكمال راحة الدنيا مع أهل الكمال الذين تذوقوا سر الصلاة بالرحمن جل جلاله ذاقوا لذائذ في الدنيا لا لذة الملك مثلها ولا لذة النكاح مثلها ولا لذة ملك السيارات مثلها ولا لذة ملك القصور والعمائر مثلها ولا لذة أسلحة وكثرتها حتى يتفاخر بأسلحة الدمار الشامل ماشي مثلها في اللذائذ ذاقوا لذة بينهم وبين الله أعلى من كل هذا ولو يعلموا الملوك قالوا ما نحن فيه بالليل لجالدونا عليه بالسيوف هذا خير الله المعجل لهم في الدنيا والآخرة لهم قال سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع جواب النبي وهو يفتي يقول له السائل يا رسول الله أي المصلين أعظم أجر قال له النبي أكثرهم لله ذكر فقال يا رسول الله فأي المتصدقين أعظم أجر قال النبي أكثرهم لله ذكر قال يا رسول الله فأي الصائمين أعظم أجر قال أكثرهم لله ذكر قال يا رسول الله فأي المجاهدين أعظم أجر مجاهدين في سبيل الله أيهم أعظم أجر قال أكثرهم لله ذكر فالتفت سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر قال ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة يا عمر سمعه النبي قال أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة خير دنيا معهم وخير الآخرة معهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى إلى مثل هؤلاء الذين عرفناه ومأمكم الآن في هذا الصفح من خلفاهم والمتصلين بهم في خلقهم أو في أعمالهم من خلفهم الله فيكم طول الله أعماره وفينا من جلس في بيوتهم وفينا من عانى بعض المرض أجل الله لهم بالشفاء والعافية شفى الله وعافى ولطف حبيبنا محمد رشاد البيت لطف الله بلطف كامل تام وأعانوا فيما أقاموا فيه فيما حملوا سبحانه وتعالى من شؤون في هذه الأمة وتمم العافية والشفاء لحبيبنا سالم الشاطري وتابوا إلى ترين في عافية وسرور وأنسوا حبور وأمتعنا بحبيبنا عبدالله بن محمد بن شهاب وبقية فالعصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتعي ويكون فيهم للربوع وأهلها أنس ونفع الطالب المستنفعي فالله يحفظهم ويخلف منهم وأمثالهم في حينا والمربع لأن العناية لهذه الأسرار من قبل الملك الغفار بواسطة المختار ترعى المضمار وترعى النادي والوادي ومن فيه ومعانيه حتى يبلغ الكتاب وأجله وحتى يوتي الله كل ذي فضل فضله وإنما الشان في الصدق مع الرحمن جل جلاله في الوجه إلى الله هؤلاء إلى الذين عرفناهم وإن مرت عليهم شداي ذكرنا حنا الحب مشهور بأيام مجاعة مرت على الناس بعد وفاة الحب عبدالله الشاطري عليه رحمة الله تبارك وتعالى افتكت مجاعة شديدة على الناس في ذلك الحرب العالمية وتعب الناس في كثير من مآكلهم ومشاربهم حتى يموت الكثير منهم وكان الحبيب علوي بن شهاب يقول أرى حتى قبور اللي ماتوا في المجاعة عليها نور زايد بميزها من بين القبور أنه ماتوا في وقت شدة وكانت شدة ورفعها الله تبارك وتعالى مرت عليه فترة وأيام وليهم من الأيام طلع إلى مدرسة الرباط في تريم وهم من شرحة مبتهج ويسأله ولده الحب محمد ويقول عليك بها قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة ينثر شمائله على الناس وأولتها بقرب الفرج بيقرب من الله الفرج وبعد شهرين من الرؤية ارتفعت الشدة وارتفعت الغم مرت شدائد منوعة في هذا ولي قبلهم ولي قبلهم ولي قبلهم ولي قبلهم وهكذا آدم أبوكم خرج للأرض حصلها جنة أو قعد يتمشى فيها خرج للأرض ويكد خرج للأرض يتعب خرج للأرض يصبر خرج للأرض يختبر ويمتحن أو الملاقى التعب من أولاده وقابيل وقصته وشره الذي استطاره وبقي شره إلى اليوم والعياذ بالله في النفوس التي تقتل ظلمة فهذه الخيانات بالخروج عن أمر الله سبب الشقاوة سبب التعاسة سبب السوء سبب العذاب فتمسك بحب الربك تسعد في كل الأحوال في كل الظروف في مختلف الشؤون تجري بقدرة الله جل جلاله وتعالى في علاه ولكن القصة التي قصها الله تبارك وتعالى لنا في موسى وقوم يقول سبحانه وتعالى فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ليش حصل لهم هذا الهلاق قال بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا ما هو لأن المقابل خطت خطة لهم وجهز جيش قوي لا 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 بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين هذا سبب الهلاق كانوا يقولون إذا يكفيك من نصر الله لك إذا رأيت من يعاديك بغير حق يعمل بالمعصي قال إذا رأيت عدوك يعصى الله كفاك نصر من الله هذا لأن المعصية شومها شوم وسيهلك وسيندم دنيا وآخرة كفاك من نصر الله لك أن ترى عدوك عاصيا لله إذا عصى الله سبحانه وتعالى هذا مصيبة كبيرة فأغرقناهم باليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والصنف الثاني وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بيش يا رب بما ثاروا بما صيحوا بما أعدوا من جيش بما صبر وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبر بس فهذا هو الصبر الذي رأينا ثماره اليوم مدرسة حظرموت هذه التي يبدو فيها من بدأ من زمن الصحابة ثم التابحين ثم تابع التابين حتى برز المهاجر أحمد بن عيسى ومن بعده وجاء بتشييد قواعد المدرسة الفقيه المقدم محمد بن علي ومضى على هذه المعاني من بعده مثل الإمام السقاف والإمام العيدروس والإمام شهاب الدين حتى ظهر الشيخ أبو بكر بن سالم عليه رحمة الله تعالى بالمظهر الكبير الذي أظهره الله فيه وجاء من بعده كذلك على مثل ذلك القدم حتى برز مثل حداد القلوب شبث مشرقة في الوجود كان العام يدركون سر انتشار النور هذا في الوجود ويقول عاميهم الشاعر هذا أبو ريّة كان في عصره يقول أبو ريّة ونعم القطب حداد القلوب وادي طويل الفرع وهل العلم في بطن شعوب رجل أعمى من صغره لكنه صاحب بصيرة وصاحب نور وعمت دعوته وعمت مراحمه العباد فكلهم منه سمدوا أكمل استمداد عبدت نصايحه علوماً طالما ردعت عبيد الغي والإفسادي فرع تسلسل عن كرام من فضلهم قد شاع في الأغوار والأنجادي فهو المبلغ عنهم وأسرارهم وعلومهم للأهل والأحفادي فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره والقادي جاءوا من بعده ظهر حامد بن عمر حامد ظهر الأكارم في بلدة سيون وغيرها في بلدان الوادي وقصدوا لأخذ العلم أمثال إمام عمر بن سقاب عليهم رضوان الله تعالى ومن بعدهم برز الأئمة في ظروف تتشابه وتتقلب بالأحوال بالناس طهر عبد الله بن حسين بن طاهر وعبد الله بن عمر بن يحيى خرجوا من البلاد من الشدائق من الآفات التي كانت واقعة من الحركات الموذية وخرجوا وانتزحوا إلى تلك القرية وتحولت القرية إلى جنة من الجنات لكن ما قصر شيء من فضلهم ما قصر شيء من مقامهم ما قصر شيء من مكانتهم عند الله ولا من حسن عناية بهم في الدنيا ولا في الآخرة وإن نالهم ما نالهم ومضى وجاءوا من بعدهم وقامت الآثار الكثيرة جاء الإمام محسن بن علوي السقاف وبرز في وقته أمثال الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور وبرز جاءوا في وقته وعصره مثال الحب علي بن محمد الحبشي الحب أحمد بن حسن العطاس وبرز في مثل ذا البلدة الإمام عبد الله بن عمر الشاطري ذي كان ذات ذكره الحب محمد الحدار قال لو كان فيه مصلحة الدعوة إلى الله بري لحمه ما تردد في بري لحمه بي بري لحمه للدعوة إلى الله لمصلحة دين الله سبحانه وتعالى وهكذا وجاءوا من بعدهم شيوخا شيوخنا هؤلاء الموجودين عندنا والحاضرين بيننا أنوار تشيع مضت حياته فيهم الذي كان من شيوخنا الذي مضوا يقول إنه قد في بعض سنوات مرت عليه أطعم اللحم من العيد إلى العيد طول الوقت ما يجد شيء من هذا الخسار ولكن ما نقص عليهم شيء لا من الفضل لا من الكرامة لا من الرفعة لا من المكانة لا من الدرجة بل ازدادوا بفضل ومضوا وآثارهم اليوم نحن نعيش فيها وبركاتهم مرة ولما ذكروكم أنه أراد ثلّا من الناس تأثروا بشيء من الكفر الذي جاءنا من شرق البلاد ومن روسيا أيام الإلحاد وأسألوا أرادوا إطفى نور الشريعة قفلوا أربطتنا قفلوا أماكننا وسحلوا من سحلوا من خيارنا وسلحانا وخطفوا الوالد وجماعة ممن خطفوهم من أخيار البلاد يريدون إطفى هذا النور فإذا بأصواتهم تخفتوا الصوت هذا يرتفع وإذا نظرنا بعد ذلك ماذا كان عنده من قوة كم كان ينود معودة كالأيام كم أسلحة معودة كالأيام ولا بندق واحد كيف بقي صوته وصوت أهل الأسلحة روح صوت أهل المادة والقوة الحسية روح كيف بقي صوت هذا وصوت هذا مين استند علام هذا وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا والمعادين للأنبياء والصحين ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما قال دمر موسى ولا قوم موسى الله قال ودمرنا لأنه بدمر هؤلاء الله جل الله ودمرنا ما كان يصنعه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يقول أن الكفار يخاطبه صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته في كل ما يتحرش به الكفار ويعذون به الممنين ومن غاية ما يصلون إليه تحريش الممنين على بعضهم البعض وبربهم ببعضهم البعض ولكن ذلك أيضا لأوقات ويفتت من يفتت وترتفع الفتن ومحمد منصور وينصورك الله نصرا عزيزا كما قال سبحانه وتعالى وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في هذه الشؤون يقول يخاطب الله حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنهم يكيدون كيدا لهم كيد كثير قال له الله وأكيد ما قالوا كيد أنت يا محمد إذن عندهم كيد وإنتوا يا مؤمنين بي صلحوا كما هم كيد قال لا 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 خلوهم يكيدون أنا اللي أكيد لكم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا حتى قال لسيدنا فما هي للكافرين لا تستعجل قال في الآية اللغة لا تستعجل لهم إنما نعد لهم عداء قال معنى خطة لهم في الدنيا وفي الآخر بيتعبون فيها أنت لا تستعجل خلك محلة تكون متمئن فما كان منه صلى الله عليه وسلم من الله أن يدعوا بالرحمة وأن يدعوا بالهداية عليه الصلاة والسلام وكان آيته في رحمة الله في قلبه أن الأنبياء والمرسلين فيهم فلا تذر على الأرض من الكافرين ديارة ربنا اشدد على أموالهم واطمس على قلوبهم وكانت دعوته اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم ونصر جميع الأنبياء إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشاد ولكن نصر محمد أكبر وأقوى وأعظم ولا يزال منصور اليوم وفي ذاك اليوم نصر له قبل كل أحد أنا أول شافع أنا أول مشفع صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاماً ونصرها الكبيرة لهودة المتواضع هودة الخاشية عليه الصلاة والسلام فالله يوقذ قلوبنا وقلوب المسلمين ندرك هذه الحقائق في الإطاعة الخالق جل جلاله ونختم عامنا بخير ويقدم علينا العام المقبل بفرجة إن شاء الله للمسلمين بصلاح للمسلمين برفع الكرب عن أهل اليمن وعن أهل الشام وعن المسلمين في المشارق والمغارب يا رب نكشف الكرب وادفع الخطوب واجعلنا ممن صبروا واستقاموا وصدقوا معك وكلنا بما أنت أهل في أحوالنا كلها وقبل الجمعة بما فيه ومن فيه ظاهراً وباطلاً فرج كروب الأمة واكشف الغمة وعامل بمحظ الجود والرحمة ولا تصرف منا أحداً إلا منور القلبي بسر من صدقي معك والإوفاء بعهدك واضفر بمحبتك وودك يا ساقي القلوب قلوبنا ساحاتها ضامئة مجدبه وأنت الساقي فسقنا يا حي يا قيوم وأغثنا بغياثك الذي أغث به محبوبك من القوم الصالحين والحزب المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين شكراً لكم شكراً لكم